في الشأن الصحراوي أكد ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة محمد سيدي عمار أن المغرب يواصل تكريس حالة الجمود في مساري التسوية السياسية لنزاع في الصحراء الغربية عقب رفضه رسميا آخر اقتراح للأمين العام للأمم المتحدة بتعيين الدبلوماسية الإيطالي ذي الأصول السويدية ستيفان ديمستورا بعوثا شخصيا له في الصحراء الغربية وعلى صعيد آخر الطالب الخبير في شؤون شرق الأوسط بالمجلس الأوروبي هوغلوفات المجتمع الدولي بالضغط على المغرب من أجل عملية سلام هادفة في الصحراء الغربية تضمن لشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير ميدانيا استهدفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي بهجمتها المركزة قواعد جنود الاحتلال المغربي على طول الجدار الرملي حسب ما جاء في البيان العسكري رقم 230 الصادر اليوم عن وزارة الدفاع الصحراوية